الفضلين والاسبرين معجزة ربانية هتبيض بشرتك وجسمك والوجه والمناطق الحساسة وهتخليك يبيضة زي الاشتو حتى لو السواد عندك من سنين من الحاجات الفعالة اوي اوي والسريعة جدا في طبيض الوجه هتلاقي اوساخ وسواد بيطلع من وجهك وجسمك مطلعش منك من سنين هيتبقي فلتر طبيعي بياض التلج من اول استخدام وتحدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بخواتي وحبيبي عاملين ايه يا رب كون لكم تكونوا خير معاكم ميا من قناة وصفات سحرية مع ميا النهاردة جايبا لكم وصفة حلوة جدا جدا لطبيض دائم للوجه وللجسم وللمناطق الحساسة كمان بتعالج عندك الحبوب ولو عندك سوادان في المناطق الحساسة او الرقب او الاكواع او الرقبة من الحاجات الفعالة والسريعة جدا جدا في الطبيض قبل ما ابدأ وصفتي لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش ضغطي على سر الاشراق الاحمر وتفعلي جار شاني يسهل كل جديد لايك للفيديو فضلا وليس او اول حاجة انا عايزاها حبيب قلبي عايزاك تجيبي الاسبرين او الريفو تمام بيبقى بالشكل ده كده ولو مش متوفر عندك او مش هتعرفي تجيبيه او مش موجود في البلد اللي انت فيها يبقى تجيبي المادة الفعالة للريفو او الاسبرين وده هتلاقيها في البرستيمول اه البرستيمول المسكن او اه هتستخدمي الاسبوسي تمام انا هيخد حبيتين فقط من الاسبرين الاخدر او الريفو اه او زي ما قلتلك ممكن تستخدمي المادة الفعالة للحبوب ودي بقى عايز اقولك انها مش من الحاجات اللي بتبايد بس لأ هي من الحاجات اللي بتنظف البشرة من جوه قوي هتحس كده ان فيه اوساخ متراكمة بتطلع من وجهك او من جسمك كمان من الحاجات اللي بتعالج التهابات البشرة وفطريات البشرة وكمان بتعالج حب الشباب فانا هياخد حبيتين من الاسبرين بالشكل ده وعدى ان انا احط عليهم علاقتين من مية الورد بمجرد بس ما المية الورد بس اضغطي الاسبرين بتاعي بالشكل ده انا عايزة بقى الاسبرين بتاعي يدوب بشكل طبيعي بدون طحن ولا اي حاجة يدوب في مية الورد هو مش هياخد حوالي دقيقتين بس كده او دقيقة واحدة وهتلاقي داب مع مية الورد فهنبدأ ان احنا نركنه كده ونسيبه يدوب مع بعض وبعد كده هتبدأ ان انت تاخدي معلقة كبيرة كده هرمية من الدقيقة او الطحين وتقدر تستبدليه بالنشا بس انا بفضلك في الوصفة دي الدقيق عشان هيكون فعال اكتر معاكي في التبييد وكمان في ازالة الجلد الميت من بشركك فهناخد معلقة من الدقيق او الطحين وهنحط وهنعصر عليها عصير لمونة كاملة عصير نص لمونة اسفة بالشكل ده ولو لمونة عندك صغيرة يبقى هتحطي لعصير لمونة كاملة وهنبدأ ندوب الليمون كويس قوي مع اد اي او الطحين معايا بالشكل ده وطبعا علشان اصحاب البشرة الحساسة طالما في لمون او في خل يبقى لازم نكسره بمية الورد فانا هياخد معلقة كمان هنا من مية الورد معلقة مش كتير عشان احنا معانا الاسبرين دايف في مية الورد وهنحتاج مية الورد اللي هتبقى دايبة في اه الاسبرين دايف فيها فهنبدأ ان احنا نقلب اه الخلة اه الدقيق هيبقى عامل معاك تكتلات في الاول بس مع التقليل هتلاقين دمج معاك كويس جدا مع اللموت طبعا الكمية اللي انا بعملها بتكفي الوجه والرعبة بس انت بتقدر يتقطري وتتحكمي في الكمية لو هتستخدميها لجسمك او هتستخدميها للمناطق الحساسة وهقولك هتستخدميها ازاي بالظبط بعد ما قلبناهم كويس اوي بالشكل دا والاناهم اندمجوا كده مع بعض وبدوني ايه القوام الكريمي دا هبدأ بقى اضيف عليهم معلقة صغيرة من البيكنج بودر او خميرة الحلويات دي بقى الوحدة هتفور لك اي سواد في الجسم وفي الوجه كمان على فكرة البيكنج بودر من الحاجات اللي بتنظف البشرة من جوه اوي فهنبدأ نقلب معلقة البيكنج بودر تكون معلقة صغيرة وهنقلبها كويس هتحسي بقى قوم اندمج كده معاكي بالشكل دا هنفضل نقلب شوية حلوية عشان نتأكد ان هي اندمجت معايا بالشكل دا وتقلبت كويس هنجي بقى حبيب قلبي لمرحلة المهمة معايا في الوصفة وهي مرحلة آآ آآ الفازلين وطبعا الفازلين من الحاجات اللي بتنظف البشرة وكمان بتشد التجعيد كمان من الحاجات اللي بتبيض اوي بس بيستخدم بطريقة معينة ما بتستخدمهوش مع اي مكونات وما بتحطهوش خام على البشرة وكمان ليه طريقة استخدام معين انا هاخد معلقة صغيرة من الفازلين وهنا الفازلين هيتعاجن بقى معاكي وحيندمج مع المكونات وهيديك القوام الكريم يبصي حاجة كده في منتهى الجمال اول ما هتخطيه على بشرتك هتحسي بفرق فضيع هنبدأ نقلب الفازلين كويس جدا جدا مع الكريم بتاعي بالشكل دا لحد ما يديني القوام اللي انت شايفا معايا دا بعد حبايا بقلبي ما قلبناهم كويس اوي هنبدأ بقى نشوف شايفين يعني بدون اي طحن ولا حاجة هيا الاسبرين دا بمعايا كويس اوي مع مية الورد هنبدأ نقلبهم تقلبتين كده مع بعض وهنضيفهم على المكونات بتاعتي بالشكل دا وهنبدأ برضو نقلب كويس اوي عشان يدينا بقى شايفين يدينا الكريم الرائع دا كريم دا على فكرة بيقعد معاكي فترة ما بيفسادش تماما وهقولك تخزيني ازاي هو كريم شايفين لهو متماسك اوي ولا سايل اوي كل ما عليك ان انت قبل ما هتستخدم الكريم دا هتبدأي تعملي خطوة مهمة اوي هنعملها مع بعض سريعة والخطوة دي مش هتعمليها غير مرة واحدة يعني مش هتعمليها كتير بس هتفرق معاكي برضو اوي هتبدأي حبيبة قلبي تجيبي طبق وتحط فيه معلقة صغيرة من القحوة ولو عند الكيس نسك فيه حطي عادي والطريقة ديت زي ما قلتلك هتعمل اي يعني هتقشر لك وهتنظف لك بشرتك من اي عوامل ضرة وهتبدأ ان هي تقشر لك الجلد الميت وهنبدأ نحط فيها معلقة من مية الورد وهنقلبهم مع بعض بس كده شايفين البساطة انت شتعمل الخطوة دي غير مرة واحدة بس قبل استخدامك للكريم بجد لو عملتيها هتفرق معا ان الكريم يجيب معاكي مفعول سريع فهتبدأ ان انت تدويبي مية الورد مع القهوة كويس بالشكل ده وهتبدأي بقى تيجي يعني انت كمان مش محتاجة تخسلي وشك يعني الوصفة دي اصلا لوحدها هتخسل وهتنظف كل حاجة هتبدأي تيجي بقى وهتبدأي مبدئيا كده في الاول تفرقي وجهك بمية الورد والقهوة وكل بقى المسام وكل الحوالين الانف وفي الانف لو عندك رؤوس صودة هتبدأي تدعكي بحرقات دائرية بالشكل ده وتسيبي المقشر ده بعد الدعك والفرق الوجهك كله او لجسمك وهتسيبيه خمس دقايق وبعدين هتشتفي وشك كويس جدا بعد ما هتخسلي وشك كويس قوي هتبدأي بقى تيجي وتاخدي الكريم بتاعك الفضيع ده وهتبدأي ان انت تدهني بحرقات دائرية على وجهك وعلى جسمك وعلى رقابتك وتحت عينيكي بس يفضل ان انت تستخدمي الكريم ده ليلا بلاش تستخدميه بالنهار لو لوجهك علشان بيتفاعل الفضلين مع الشمس فهنبدأ ان احنا ندهن شايفين جمال الكريم حاجة كده في منتهى الجمال والروعه هتبدأي تدهنيه بالشكل ده وهتسيبيه على وجهك ما يقلش عن عشرين دقيقة يعني من خمستاشر دقيقة لعشرين دقيقة وهتبدأي ربع ساعة وبعدين هتخسلي وش كويس جدا بالغسول المفضل ليكي او لو انت معندكيش غسول وهي مش بتخسلي بشرتك بغسول مناسب لبشرتك يبقى خسلي بشرتك بسبونة نابلسي شاهين حلوة جدا جدا للبشرة وكمان سعرها رخيص ومش مضرة خالص لو هتنظفي بيها بشرتك او هتخسلي بيها بشرتك الكريم ده حبيبة قلبي هتستخدميه مرة واحدة بس اسبوعيا في الاسبوع يعني مرة واحدة بس في الاسبوع طب يا مية انا عملت الكمية وفاض مني كمية كبيرة اعمل فيها ايه دي هتقض معاكي فترة في التلاجة احفظيها في علبة وتكون العلبة نظيفة جدا ما فيهاش اي مية نشفة جدا من المية لان لو العلبة فيها نقطة مية الكريم بتاعك فسد هتبدأي تشريها في علبة وتكونش فيها مية مغلقة وتكون زجاجية الافضل واحد حطيها عندك في التلاجة وتستخدميها عادي جدا بتقضي معاكي فترة طويلة في التلاجة ما بتفسدش يا رب اكون قدرت اعافتكم اشوفكم على خير والسلام عليكم موسيقى